طيب، عايز أخذك شوية في الحكاية اللي جات في نص اليوم كده اللي في وسط الدوشة بتعطي المصادر دي كلها تلقت في النص يعني منشيستو نادد أعلم رسمياً فسخ التعاقد مع كريستانو رنالدو بتردي كلام محترم من منشيستو نادد في وداع كريستانو رنالدو كريستانو نادد أيضاً رد بحديث محترم عن منشيستو نادد وجميل منشيستو نادد ونهاية علاقة كريستانو نادد بهذه الطريقة رأيك فيها كان لازم فك الارتباط يعني كلها بنقسة في أن تحصل بالشكل ده ولكن كان لابد من ده احتراماً لتاريخ واحد من أباطرة الكرة يا كريم آخر 17 سنة من نصفة مع لانيل ميسي احتراماً لتاريخ منشيستو نادد كنادي البيان المشتركة يمكن نادد قال في البيان الرسمي أنه تم فسخ التعاقد مع كريستانو رنالدو بنشكر رنالدو على إسهاماته المزهلة في الفترتين لقضاهم معنا ونتمنى له هو عائلته المزيد من التوفيق كريستانو رد بأنه أنا علاقتي بيونيتد انتهت هفضل طوله أحب منشاستر يونيتد وجماهيرو وهتفضل علاقتي بيونيتد ده لن يتغير لكن عنده موحات جديدة عنده موحات جديدة وبتمنى اليونيتد التفيق في المتبقم الموسم والموسم المقبل فيه بس حاجة في بيان يونيتد مهمة أوي وهي في آخر البيان وهي بتقول نقف جميعاً كمنشاستر يونيتد خلف تنهاج ودعمه وننتظر تطور الفريق وإظهار ده في الملعب ده قصف الجبهات الخفيف ده اوه احنا في ظهر الراجل اوه اللي هو لمشيتك عشان خاطر تنهاج بالضبط بالآخر يعني بالضبط يعني احنا وقفنا في صف المدرب وانا والله يا كريم حتى كنت أعتقد من التكلم أنا وانت يمكن بورا الهوى لما بدأ اللقاء مع بيرس مورجن وقال في جزء من التصريح في أول يوم خالص من الانتروفيو وقال في أنا مش بحترم تنهاج عشان مش بيحترمني أنا اعتبرت المباراة أستون فيلا في الدوري 3-1 يأخذ مباراة بقاميس يونيتد تماما مفيش نقطة الله رجوع مستحيل ورونالدو لعيب غير النوع عظيم لعيب زكي جدا ما كانش هيعمل الانتروفيو ده وتوقيته غير وهو من خلال وكيله أو غيره حاطة بلان أو خطة للتعاقد مع نادي تاني خليل برضو زكاء اللاعب وقيمة اللاعب رونالدو حتى جوة المعلبة خارج ملعب النهاردة احنا في أهم محفل يا كريم وعملين بنتكلم بتجيب محمود من قطر وغيره عن كاس العالم الحدث الأهم هذا الرجل قادر انه في عز ما الكلام على البطولة الأهم انه ينقل الميديا والصحافة كلها للكلام عليه من يومين بيتحول إلى 500 مليون متابعة على انستجرام نص مليار بيتابعوه الرجل الأكثر متابعة أكثر حد بيتتابع في العالم فبالتالي قادر يخلق يحول الكلام كله عليه وينقل الميديا كلنا تتكلم عنه ناس كلها مستانية تشوف كريسيانو ناس كلها مستانية تشوف البرتغال أزمة ده في حاجة واحدة انه في أحد المرسلين ان كتباتها على القنوات النقلة الكاس العالم راح لمعسكر برتغال وسأل يعني اللعيبة في المعسكر ده يعني مردود ده عليهم ايه او انطباعهم ايه قالوا انه هم في صدمة شوية كانوا يتوقعون ده هيحصل بعد المونديال عارفين انه علاقة انتهت بين يونايت ورونالدو لكنها تحصل قبل 48 ساعة من مواجد غانا كان الشيء غريب شوية لكن رونالدو معودنا دايما دايما لا انا عارف ان السؤال اللي جاي لك هتقول لي سلبي ولا جابي رونالدو محتاج قوي الاحتكاج ده عمل تصريحين مع بيرس مورجن قال انا عايزة لعب للاربعين بس لو خدت برتغال خدت الكاس العالمان هتزل فبالتالي مهمة جدا للبطولة دي حياء او موت بالنسباله عنده متوفر بالنسباله وكريم حاكتين ما كانوش موجودين في يونايتد وهم اللي خلوه في الحالة النفسية السيئة دي وفي انحضار المستوى شوية والعلاقات تتوتر مع تنهاج القيادة اللي كان محروم منها في يونايتد ونلعب اساسي في مركز الونايتد وعلاقة بالمدرب علاقة عظيمة جدا جدا وفيرلاندو سانتوس مش هيلائي في هذا المركز لعيب اكثر حسما في العالم استثناء هالند يعني في هذا التوقيت اكتر من كريستنورل اه في مركز التسعة فبالتالي بتتوفر له الحاجات دي دايما عودنا ان يرد لو تتكر الـ I am UV سيميوني استفزوا لما تلتكوا جاب 2-0 ورحوا هناك ما عملش تصريحات خالص ورد بهاترك يعني هم عودنا على الحاجات دي فبعتقد بطولة دي مهمة جدا في مشواره الكروي هيرد بي على كل حاجة